ما أسباب اختيار المحتوى؟ هناك عدة أسباب ودواعي رئيسة تدعو إلى اختيار محتوى المنهج المدرسي المناسب للمتعلم منها واحد وفرة المادة الدراسية وتدخمها فعالم اليوم يشهد ثورة كبيرة في المعلومات وانفجارا معرفيا في معظم حقول المعرفة نتيجة التطورات العلمية والتقنية الحديثة وأيضا ظهور التخصصات الجديدة هذا التطور الذي طرأ على المعرفة وأدى إلى وفرة كثيرة في المادة الدراسية للمنهج المدرسي أصبح يمثل تحديا كبيرا أمام واضع المناهج الدراسية وذلك فيما يتعلق باختيار من بينها المناسب مع التركيز على أساسيات هذه المعرفة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمتعلم اثنين من أسباب اختيار المحتوى الدراسي قصر المدة التي يقضيها المتعلم في المدرسة فالمتعلم يقضي في المدرسة 12 سنة فترة التعليم العام وحتى هذه الفترة لا يقضيها المتعلم كلها في المدرسة من هنا أصبح على وضع المناهج الدراسية اختيار مادة المنهج المناسبة والتي تتناسب مع قصر هذه المدة ثلاثة تمكين المتعلم من تعليم نفسه مدى الحياة ينبغي أن لا يستمر المتعلم متعلما في المدرسة طوالحياته ويظل دائما في حاجة إلى معلم يوجه ويرشده بل لا بد أن يستقل عن المعلم ويعلم نفسه بنفسه وهذا يتأتى إذا اقتصرت مادة المنهج على المبادئ الأساسية والمفاهيم في كل مدة أيضا تركز المناهج الدراسية على أسلوب الدراسة في هذه المدة من أسباب اختيار المحتوى الدراسي انتقال أثر التعلم للمواقف المشابهة يقصد بانتقال أثر التعلم أن ما يتعلمه الفرد في موقف تعلمي سابق يؤسر عليه التعلم في موقف تعليمية جديدة خاصة إذا كانت هناك عناصر مشتركة بين الموقف السابق واللاحق أيضا من أسباب اختيار المحتوى الدراسي الاقتصار على بعض المعارف في محتوى المنهج الدراسي حتى ولو طالت فترة وجود المتعلم في المدرسة فليس المطلوب منه أن يحيط بكل ما هو موجود من معلومات ومعارف ومواقف وإنما يكتسب مهارات وقدرات واتجاهات وقيم ومفاهيم فالمعلومات ليست إلا وسائل لذلك